لم تحل مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات عقدة تشكيل الحكومة والبرلمان في العراق وخصوصا بعد فشل الحراك لتشكيل الكتلة الأكبر في مشهد عنوانه الأبرز التشضي ولا شيء غيره في بلاد تغلي وتغلي على وقع ارتفاع درجات الحرارة وانتفاضة شعبية دخلت شهرها الثاني غير أنه وراء الكواليس وحتى على خشبة المسرح يشتبك لعبان خارجيان هما أمريكا وإيران هذه الأخيرة التي يقول موقع أتلانتيك كانسل الأمريكي إنها باتت مستاءة من موقف العباد الذي عبر على مضض بقبوله العقوبات الأمريكية على طهران وعليه فأن قادة الميليشيات بحسب الموقع الأمريكي سيتحركون بتوجيه منها للقيام بأعمال تخريبية إضافة للعمل على إنشاء تحالف شعي مع المالكي بالتعاون مع الأكراد لإنهاء حلم العبادي بولاية ثانية على النقل من ذلك فإن ردة الفعل الأمريكي المعيق إذا لم يلتزم العراق بالعقوبات يمكن أن يدمر الاقتصاد العراقي المرتبط بشكل كبير بطهران ناهيك عن انتقام أكبر تلوح به واشنطن برفع الدعم العسكري للحكومة في بغداد داخليا يقول الموقع الأمريكي إن الشروط الأربعين التي وضعها الصدر ستكون عقبة أخرى لتشكيل الحكومة وقد يتنازل عنها كما جرى سابقا تحت ضغط من شركائه خاصة في ضوء الانتقادات التي وجهت له باستغلال التظاهرات هذه التي تبدو مختلفة عن سابقاتها ويعلوها دير حناجر متظاهريها أعلى فأعلى وأضحى تشكل رقما صعبا قد يهدم أركان العملية السياسية في العراق على رؤس داعميها